يعني الفكرة الاسية للحلقة ونتكلم احنا عايزين نقرأ اللي احنا مش عارفين نقرأه نفك الخط السياسي انجاز التعديل لانه فيه حاجات كتير جدا وانحنا منهمكين في التفاصيل ومنهمكين فيه احداث يومية وانية العنوان الكبير او العريض اللي بتكلم عليه الدكتور محمد كمال مثلا في قراءته دي تغيرات وغروب فكرة الليبرالية والليبرالية الجديدة وغيره ونزوع العالم الى شكل جديد وكأنه مش عارف اعايزة مش عايزة احط الكلافة دكتور محمد لكن هل العالم مقدم ويبحث عن نظام حكم الجديد غير الديمقراطية والليبرالية والعولامة اللي فاشلت انا معرفش يعني حضرت شايف احنا احنا عايشين ومتفاعلين مع هذه التغيرات ولا منعزلين عنها بتكلم احنا مش في مصر بس في الاقليم بتاعنا كله لا احنا منعزلين لا يعني احنا شئنا مابينا في قلب هذه التفاعلات مش من النهاردة لفترات طويلة جدا بحكم موقعنا الجغرافي بحكم قوتنا في الاقليم بحكم ان احنا عندنا قناة السويس يعني بحكم حاجات ان احنا عندنا شاطق طويل على المتوسط ان احنا البحر الاحمر احنا تقريبا مسيطرين عليه بحكم وجود اسرائيل وعلاقاتنا بيها فاحنا ما نقدرش ننعزل عن العالم حتى لو اردنا دي مسألة نقدر نقول انها اللي انا بسميها ضرورات الجغرافية فاحنا مش بعيد ومش منعزلين ولا يمكن ان احنا ننعزل لكن انا هرجع لكلام الاستاذ الدكتور محمد كمال في انه لابد ان نكون دولة قوية لان احنا اللي مش هتكون دولة قوية في هذه الظروف انا اسف في التعبير هتدهس وانه احنا ساعات كده بنقول كلام سهل ان العالم داخل على نظام عالمي جديد لا النظام القديم بيهتز لكن مفيش بديل الى الان الصين كانت موجودة بنظامها السياسي القديم روسيا كانت موجودة الليبرالية في بحث عن شكل جديد ليها او عن بديل ليها اه انا تصوري ان احنا لازم ندرس جيدا ما يجري في فرنسا انت عندك الرئيس ماكرون انتخب طلعوا بعد انتخابه مباشرة من السطرات السفرة نزلوا في الشارع ثم بعد السطرات السفرة يعاد انتخابه ثم بعد انتخابه مباشرة تحدث مظاهرات اخرى وهكذا وبالتالي بقت ان هو قارن ده مثلا باللي حصل مع الرئيس دي جول سنة 68 انتهى هو ونظامه في مظاهرات 68 فالليبرالية بالبلد كده جابت اخرها محتاج انها تتطور يعاد النظر فيها يعاد لك على الاقل الفكرة اللي سيطرت على العالم منذ سنة 90 ان الولايات المتحدة الامريكية تدخل وتضغط وتفرط قيمها الليبرالية على العالم وتسقط انظمة ودول لانها مش لبرالية زي ما حصل مع صدام حسين اظن ان ده ما بقاش وارد دلوقتي لا عندهم امكانية ولا قدرة انهم يعملوه ولا بقى العالم متقبل متقبل ليه لان بقى فيه نمازج اخرى ناجحة يمكن ان تنظروا اليه زي نموذج الصين وفيه نمازج اخرى يعني تقدر تبص ليها وتقول انها نمازج ناجحة ممكن الشعوب تقتدي بيها ممكن تعمل اما بقى اننا انحاز لمعسكر دون معسكر ينبغي ان احنا نتجنب ده وانا شايف ان الدولة المصرية حريصة على ده وهدي نموذج ايران النهاردة ايران متهمة انها بتدي طائرات مسيارة لروسيا ضد اوكرانيا متهمة انها بتعمق علاقتها بالصين ضد امريكا في نفس الوقت بتتفاوض مع امريكا وبتفرج عن خمسة موجودين عندها مقابل ستة مليار دولار وبيسعوا الى تعميق التفاوض وان احنا ممكن نرجع الى الاتفاق النوي تاني او اتفاق نوي يعني في النهاية الخيط لم ينقطع فان احنا نقطع خيط مع دولة او قوة ده شيء مش محبس لانه حتى لو عملنا ده هندفع تمانوالي يعني جزء من ضرب السبعة وستين كان سببها ان احنا من اربعة وستين اعلن الانحياز المطلق بعد اغتيال كيندي الاتحاد السويتي فكان لابد ان يتم الرد عليه واظن ان الدولة المصرية بخبراتها مستوعبة مستوعبة هذه التجربة كويس جدا فان احنا نحاز لطرف او في باي شكل من الاشكال خاصة بقى في مخاطر حوالينا ما يجري في السودان جنوبنا وما يجري في النيجر وما يجري احنا موقفناش كويس عند اللي بيحصل في لبنان وفعين الحلوة انو واضح ان الشكل الجديد دلوقتي هو تفجير الدول من الداخل انو قوات الدعم السريع والجيش الرسمي في السودان انو النيجر الرئيس بازوم والحرس بتاعه انو يحصل خناء بين الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة فيطلع الجيش اللبناني يتدخل لما يتدخلش هنسيب البلد لعبة بالشكل ده ولا مشك طب الفلسطيني يقعد عندنا وبالتالي انت مقدم واضح ان فيه شكل جديد فيه وصفة جديدة الوصفة اللي حصلت سنة تسعيه آسف سنة 2001 مع افغانستان ومع العراق خلصت الوصفة اللي حصلت في 2011 برضو خلصت واضح ان احنا داخلين على توصيل وصفة جديدة انك انت تتفجر البلاد والدول من الداخل احنا شايفين ليبيا بعد السنوات من الامور الهادية فيها احنا شايفين ايه اللي بيحصل في طرابلس مبارح واول والنهاردة وعدد القتل قد ايه بعد ما كنا خلاص كنا بدأنا نتنفس السعداء وقلنا ان الامور تقريبا تصل الى شبه السكرار في ليبيا احنا بنتكلم على ليبيا في حدودنا الغربية احنا بنتكلم الملف الفلسطيني في الشمال الشرقي احنا بنتكلم ما يجري في السودان في حدودنا الجنوبية ما يجري في اليمن ليس بعيدا عننا في اسفل البحر اللحظة كل ده في نهاية الامن هيصب عندنا احنا النموذج بتاعنا ينبغي زي ما قاله الدكتور عبد المنم عندنا مشروع وطني محتاجين ان احنا نبنيه ونحافظ عليه ونقويه سياسيا بحيث ان احنا منسبش جيوب تنخر في الدولة سواء في الداخل او الخارج بلا مبرد شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر